سلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم إزايكم يا أحلى وأجمل فانيليات وحشتوني من هنا لغاية عندكم جد وحشتوني جدا ربنا يا رب إحسن ما بين إيديكم جميعا معلش كانت غيبة طويلة من أول العشرة الأواخر لغاية النهاردة لكن الواحد محتاج فعلا أجاز عشان يعرف يفصل وعشان يعرف يطلع حاجات مختلفة وجديدة تستاهل إنها تتقدم لكم وتبقى حاجة كده تليق بالمحتوى وتليق بالناس الجميلة اللي عايزة تستفيد من المحتوى فحشتوني جدا أول حاجة ومتشكرة لكل حد سأل علي وقال إنت يا غايبة ليه وعسى تكوني بخير وكده فيعني جزاك الله كل خير بأمر الرحمن النهاردة جايلكم بوصفة جميلة وحلوة وشيك حاجة كده راقية وصفة شوكليت موس مع صوص فراولة مع طبقة جميلة من الموس الكريمي اللي بتعمل أيس كريم حاجة كده لعشاء الشوكولاتة جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت راقية جدا فقبل بس ما نبتدي الفيديو بفكركم باللايك والشير وعلى طول هنبتدي مع بعض يلا بسم الله ونشوف ما قادرنا أول حاجة هبتدي معاكو بطبقة كيكل سبونج معايا هنا اتنين بيضة وعليهم فانيليا كمان معايا 17 جرام من محسن الجل يعني نص معلقة كبيرة مليانة كمان معايا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر كمان معايا ربع كبيرة من المية أو بالضبط 50 جرام من المية كمان معايا 20 جرام من النشا يعني معلقتين كبار ملانين كمان معايا 50 جرام سكر حبيبات وكمان معايا 3 تربع كبيرة من الدقيق مع الكاكاو يعني بالضبط 80 جرام دقيق و20 جرام كاكاو خام حلو الكلام حلو الكلام كله على كله يعني كل المكونات على بعضها مرة واحدة من غير ما نفصل اي حاجة احطهم كلهم في العجان وهديهم ضربة كويسة يعني البيض على المحسن على السكر كل المكونات على بعض على سرعة بس هدية في الاول وبعدين نعلي السرعة بعد اول دقيقة كده بس خطوة مهمة قوي اننا ننخل النشا والدقيق والكاكاو والبيكنج باودر مع بعض كويس علشان ما يبقاش فيهم اي رطوبة وبالتالي الكيك يعلى معايا كده ويبقى فلافي وحلو وما يتكتمش وما يعملش الطبقة اللي احنا بنشتكي منها طبقة المجلدة اللي بتبقى من تحته ساعت نقعد نسأل نفسنا طب هي ليه عملت معايا كده ده الوصفة كل مرة هي هي فخطوة نخل الديق دي مهمة قوي اول حاجة اشاغل على السرعة الهادية يدوب بس السكر يدوب معايا وبعدين اشاغل على السرعة العالية ما بيخدش حوالي اربع خمس دائبي كتير قوي وبيبقى ممتاز كده عندي هنا صانية مقاس تلاتين في تلاتين هفرت فيها ورقة زبدة وحط فيها الكادر انا عمل الكادر عندي على مقاس عشرين في خمسة وعشرين عندك صانية عشرين في خمسة وعشرين من اللي بتتفتح من تحت يا اهلا وسهلا ما عندي كيش يبقى الكادر ممتاز جدا وبيديك كل المقاسات ومش غالي مية واربعين جنيه استلس محترم بيقعد معاكي حاجة بيرفكت يعني اصبقنا بقى الخليطة عندي كده واسويه ودخل الفرن على درجة حرارة مية وثمانين بيقعد حوالي من تلت الخمسة وعشرين دقيقة يعني بالزبط كده على طول بقى بتفك الكادر كده بتزبطيه كده بالسكينة معلش انا جايب كل التفاصيل المملة والدقيقة بس عشان خاطر بعمل يعني ولو حتى واحد في المية كده ان في حد بيتفرج علينا ما عندوش اي فكرة عن اللي احنا بنعمله ما بيشتغلش في المجال فيبقى عارفة التفاصيل كلها ودي عملتيها ازاي ودي زبطيها ازاي كده يعني فمعلش اسفل الايه للاطالة والتفاصيل الصغيرة اللي للبعض ممكن تكون يعني تفهى شوية هبتدي بقى شد كده لورقة الزبدة من ورا وبعدين يبقى عندي ديسك سبونج فانيليا سوري شوكولاتة محترم وشكله حل وصمكه محترم قوي هجيبه على جنب وتعالوا تشوف هنعمل ايه جبت عندي هنا 200 جرام شوكولاتة دارك حطيت عليهم 80 جرام من البسكوت المجروش وكمان هحط عليهم معلقة كبيرة من الزيت معلقة واحدة بس مش هكتر عن كده حط عليهم 80 جرام بسكوت مجروش البسكوت اللي عندي ده على فكرة بسكوت عيد مكنت الشارية يعني بسكوت مخصوص ولا حاجة جراشته كده وحطيته مع الشوكولاتة هبدأ احطه في الكادر واوزعه برضو معلومة صغيرة الشوكولاتة بالحليب احلى من طعم الشوكولاتة الدارك انا استخدمت شوكولاتة دارك لان كانت دي المتوفرة عندي وقتها مثلو عايزة طعم مغني واحلى وطحفة اوي استخدمي اللي هي السمة بالحليب بتديك احلى كمان من الدارك حطيتها في نفس القالب بنفس المقاس بتاع الكادر وقبل ما تنشف الشوكولاتة حطيت عليها الديسك بتاع اللي سبونش الشوكولاتة اللي عندي وسكنته كده في مكانه وضغطت عليه ضغطة خفيفة عشان يلزق معايا في الشوكولاتة اللي هي السلسة فترة هدخلهم التلاجة وتعالي نعمل مع بعض طبقة ثالثة طبقة ثالثة عندي نص كيلو من الفراولة مخصولا نظيف ومتقطعة انصاف حطيت عليها نص كباية من السكر وهرفعهم على النار لمدة دقيقتين فقط لا غير هتبدأ الفراولة اللي عندي تنزل ميتها انا باجيبها لك كل شوية عشان هاركي التفاصيل هبدأ ارجعها تاني على النار دقيقة كمان تبدأ تغلي اول ما تغلي ارفع من على النار ما تهرسيهاش انا عايزها يعني كرانشي وفيها كده حبيبات من الفرار لطعامها لذيذ قوي اول ما غلية على النار حطيت على طول معلقة كبيرة من الجيلاتين البودر جبيه من عند اي محل المستلزمات او حتى العطار حط عليه من المياه اللي استيل موجودة معايا مش هضيف اي مياه زيادة حسيت انه لا استيل لسه محتاج كمان يعني ثيكنيس كده محتاج يعني تخني شوية في قوام الجيلاتين فاضفت له معلقة كمان من الجيلاتين ده بالضبط القوام اللي انا عايزاه وهرجعهم على الصناعة اللي عندي وهرجعهم تاني على النار اقلب بيهم تقليبة بس يا دوب الجيلاتين يدوب وسط الحاجات دي وبقى كده خلاص شكرا ارفع منها على النار على طول يعني الموضوع كله ما خدش خمس دقيقة على النار ابتداء من اول فراولة لغاية الجيلاتين تمام ده مهم بس لخاطر الفراولة ما تتهريش معاك حطها بقى في طبق كده واسيبها شوية دوب تبرد والغلاين ده منها يروح تبقى فترة كده هطلع انا عندي الكيك من التلاجة وهصب عليه طبقة الفراولة دي بالكامل طبعا انا ما سائتش الكيك ان انا عارفة ان انا هنزل عليه شوية الفراولة بالموية اللي فيهم اللي هي متشاربة بالجيلاتين هتجمد عندي في التلاجة وترطب الكيك وهيبقى كله بيرفكت هدخلها التلاجة بس لمدة ساعة على طول هتشده هتبقى زي الفل تعالوا في الفترة دي نعمل بقى شوية الكريمة الطحفة اللي هو موس الشوكولاتة الاتصادي اللي مش اوفر ولا حاجة وفي نفس الوقت طعمه جميل اوي عندي يا ستي هنا معلقتين كبار من الحليب البودر عليهم 100 جرام من الكريم شانتي اي نوع انتي بتفضلي كمان معايا معلقة كبيرة من الكاكاو الخام كمان معايا معلقتين كبار من النوتلا هبتدي احط الكلام ده كله على بعضه وهضف لهم كباية واحدة بس من المية الساعة طيب يا روع المقدار ده قليل شوية في المية انا اللي عملاه قليل لشان خاطر انا هحط الكريمة دي في الكادر وبالتالي عايزها تتماسك لما تيجي تتقطع ما تبقاش الكريمة يعني ستيكي شوية كده او ما مية فانا عايزها متماسكة وحلوة اوي زي الموس فبالتالي مش هحط الجلاتين ولا اي حاجة بس هقلل في مقدار المية فلما تعمل الوصفة التزمي بالمقدار ده بتطلع معاكي بيرفكت ان شاء الله طعمها كان طحفة زي الايس كريم بالزبط بالزبط والله انا مش بحب احلف في الفيديوهات عشان ده يعتبر بيع وشيرة يعني المهم حطيت الكريمة اللي عندي في الكيس الحلواني وبتديت اعمل الديسك اللي عندي ده وبعدين باي سباتيولة عندك كده بتساوي اهم حاجة عندي بس من تساوي الاطراف يعني الحاجات اللي هتبان من الكادر فالنص مش مهمة اوي لان كده كده مش هيبان بس الاطراف تبقى متساوية بالكادر كده تعملي حفة وحفة 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 اربع حواف كده عشان خطر تزبطي بس الجوانب وشكرا اوي كده تدخليها الفريزر ثم يدوب ساعتين في الفريزر هتجمد وكل الطبقات دي هتقفش في بعض وهتبقى قطعة كاملة كده متساوية هجيب بقى عندي ترانسفير شيت عارفة ترانسفير شيت ده بيتجاب من محلات المستلزمات هقصه بنفس المقاس بتاع الكادر بالزبط فهو كان على المقاس اللهم إلا صنطي واحد فشيلت الصنطي ده مش عايزاه عشان ازبط المقاس اللي عندي وجبت 250 جرام شكولاتة سمة بالحليب وابتديت ان انا افردها كده على الترانسفير شيت اللي عندي لو مش مقودة عندك الترانسفير شيت تقدر تروحي لأي مكتبة ادوات مدرسية تقولي له عايزة الغلاف الشفاف بتاع التغليف بتاع الكتب تمام؟ هيديك الغلاف ده بجنيه واحد فقط هتشيله كده تحطيه على مفرش نظيف عشان خطر الحواف عندك تبقى نظيفة واول ما يبتدي يتمسك معاكي تقلبيه على الناحية التانية عشان خطر الحواف بتاعة الترانسفير شيت كل ما اللوح بيبقى كبير كل ما بتقوس فانا مش عايزاها تقوس انا عايزاها ستريت فبقلبها الناحية التانية عشان ما اديهاش فرصة انها تقوس وبرضو ما ندخليهاش تلاجة لان التلاجة بتخليها تقوس فهي هتبرد معاكي في درقة حرارة الغرفة يدوب ربع ساعة هتشد في الجودة هبتدي بقى اشيل الكادر كده بسهولة طبعا بعد ما بسلكه كده من الجوانب بصي بقى الطبقات يعني حاجة كده تجري ريئك لوحدها طبقة الشوكولات اللي تحت المحترمة طبقة الكيك طبقة الفرولة وكمان طبقة الموس ابتديت بس اساوي كده الحواف بالسباتيول عشان الخطر يعني اخد شكل كده منمك وحلو ولطيف قوي عشان اجري ريئك يعني وبعدين هبتدي احط عليها طبقة اللوح اللي احنا عملناه بتاع الشوكولاتة براحة كده هيبقى شكله في منتهى الجمال هبتدي بس ازينه كده بشكل يعني لطيف طبعا هنا بوريها لك من الجوانب عشان يعني ايه اجري ريئك برضو وبعدين هبتدي بقى ازينها بشكل لطيف قوي اي حاجة سيليكون عندك او حتى ورق زبدة او حتى نفس الترانسفيرشيت اللي احنا استخدمناه فرشة كده عريضة ببتدي احطها في الكريمة ببتدي احطها في الشوكولاتة وبتدي اشدها بس كده بورب وبعدين بتني السيليكون اللي معايا واحط عليه كده بس عشان خطر يمسك المنظر وبعدين ادخله التلاجة هيشد على نفس المنظر ده كم واحدة عين جمع حطتهم كده وبعدين طلعت الشوكولاتة من السيليكون بار اللي عندي وبتديت احط واحدة عدلة والتانية مقلوبة واحدة عدلة والتانية مقلوبة فتبديكي شكلك إنها ضفيرة كده وكمان هزين بشوية كده من الورد الأحمر اللي احنا بنجيبه من عند العطار ده مش ورد محمدي ده اسمه زر ورد من عند العطار ورخيص جدا ابتديت أحط بس كده كم واحدة وكمان كم واحدة من التوت ديت شكل لطيف وحلو وبعدين يا ستي ملة انتي شوية من الدست بالفرشة كده من فوق الوش يا دوب كده ديت لها لمعة في منتهى الجمال مشكلة شيك قوي حلوة قوي كان طعمها في منتهى الجمال بجد أما بقى بالنسبة للتكلفة للتسعير لسعر البيع لكل الحاجات دي هكتبها لك تحت في صندوق الوصف لشان خاطر تعرفي تكلفتها كام سعر البيع بتاعها كام لو هتعمليها ان شاء الله وفكرة كده على الماشي ممكن تعملي نفس الخطوات دي بس فعلها بصغيرة هتطلع معاكي 12 علبة صغيرة واتبيعيهم اونلاين لو انتي حاسة انها لو هي كبيرة كده مش هتمشي معاكي في البيع اعمليهم بفكرة ال12 علبة الصغيرة بالمأس هتطلع معاكي ممتاز قوي وشيك قوي وكمان هتوفر معاكي جمد في التكلفة وان شاء الله يكون عليها سحب بالتوفيق يا رب يا احلى بنليات صباحكم دايما زي الفل مفكركم دايما 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 ان احنا مقطعين ولسه مقطعين ومحدش ينسى ابدا ابدا الدعا والتبرع لاخوتنا ربنا يجعلكم دايما كده في الخير دايما سبقين وصباحكم دايما زي الفل اشتركوا في القناة